كشفت المديرية العامة للجوازات انها اصدرت تسعين قرارا اداريا بحق مواطنين ومقيمين نقلوا حجاجا بدون تصريح اوضحت الجوازات ان العقوبات تنوعت ما بين غرامات مالية وعقوبات بالسجن والترحيل الوافد المخالف والتشهير والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل التي استخدمت في نقل الحجاج وبيّنت الجوازات ان مجموعة ناقلين المخالفين عبر مراكز مداخل مكة بلغ تسعة وستين مواطنا واثنين وعشرين مقيما نقلوا او نقلوا اربعمائة وثمانية وتسعين حجا بدون تصريح فيما بلغ مجموع الغرامات المالية اكثر من خمس ملايين غرامة